أبنائي بنادي طلاب صف الصف العاشر أهلاً وسهلاً بكم في درس جديد وهو أسلوب التبطير أعزائي الطلاب درسنا هو أسلوب التبطير للصف العاشر المحور هو الكلمة والجملة والوحدة الخامسة الأهداف التي سوف نكون بتحديثها معاً اليوم إن شاء الله الهدف الأول وهو أن يحدد الطالب أكاد أسلوب التبطير الهدف الثاني أن يسلو الطالب اسم التبطير من الفعل الغير أن يسلو فيه للشروط أما الهدف الثالث وهو أن يعلم الطالب اسم التبطير أعزائي الطلاب والطالبات أريد منكم أن تقرؤوا الجملة الأحتمال العلم أنفع من المال والفحد أسفع من الأسف والفيل أضخم من الجمل فلنأخذ الجملة على حين الغير أنفع من المال نرى بأن الغير والمال كلاهما نافعاً لإنسان وكلاهما اشتركاً في نفس الصفة وهي النفع ولكن ننظر إلى الاسم الأول الغير بأنه قد زال في النفع عن المال لإنسان وأيضاً الفحد أسرع من الأسف فالفحد والأسف كلاهما اشتركاً في نفس الصفة وهي السرعة ولكن من خلال سياق الجملة نفهم بأن الفحد هو أسرع أو زاد في صفة السرعة عن الأسف والجملة الثالثة الفيل أضخم من الجمل والفيل والجمل اشتركاً في نفس الصفة وهي الضخمة ولكن من خلال سياق الجملة نفهم بأن الفيل قد ازداد في صفة الدخل الضخمة عن الجمل ولكن من هنا نرى بأن هذه الجمل الثلاثة أخذ أسلوب الطفل والمفانطة بين شيئين اثنين اشتركاً في نفس الصفة ولكن واحد منهما زاد أو ارتفعاً عن الآخر بهذه الصفة لاحظوا الآن أعزائي الطلاب بأن الجمل الموجودة أمامنا هي من أسلوب الطفل لاحظوا بأن أسلوب الطفل اشترك به ثلاثة أمكان رئيسية في الجمل أول شيء الاسم الأول وهو المفطل والمفطل هو الشيء الذي زادت فيه الصفة مثل العين زاد عن المال بالنفذ والفهل زاد بصفة السرعة عن الأسل والفهل زاد بصفة الضخمة عن الجمل فنسمي الأسماء الأولى هي المفطل وهو الرقل الأولى نأتي إلى الرقل الثاني وهو الإسم الذي تم استخدامه من أجل المفاعلة بين الإسماء الأول والثاني وهو مثل أنفع وأسرع وأضخم وهي صفة المشتركة بين الرقل الأول والرقل الثاني نأتي إلى الرقل الثاني وهو الشيء الذي قلت به هذه الصفة يعني أنه متصط بهذه الصفة ولكنها كانت قليلة به بالنسبة له المفضل فعن المال المال نافع للإنسان أكيد وهذا لا يختلف فيه إثناء ولكن العلم أنفع وأيضا الأسد نعرف بأن الأسد هو حيوان سريع ولكن هناك من هو أسرع منه وهو الفان وهو قل من الجمل حيوان ضخم ولكن هناك من هو أدخل منه وهو الفين فالمفضل عنه هو الشيء الذي قلت به هذه الصفة مثل عن المفضل مثل ألمان والأسد وأجل من هنا أعزائي الأقضاء والأطالبان نأتي إلى استنتاج اسم التفضيل فاسم التفضيل هو اسم المشتق من حروف الفعل الماضي وثلاثين على وزن أفعل ليلل على أن أشيئين اشتركا في صفة معينة ولكن أحدهما زادا عن آخر فالمفضل زادا عن المفضل عليه في نفس الأسد الآن أعزائي الأمطلاب وعزائي الأمطلاب لاحظوا الآن نستنتجوا معي شروع سيارة اسم التفضيل بصورة 12 العلم أنفع من المعب الفعل أسرع من الأسد لاحظوا اسم التفضيل أنفع واسم التفضيل أسعر أو جاءها يجب أن نشتق اسم التفضيل من الأفعال أولا شروطها أن يكون ماضيا وليس مضارعا ولا أمر فاسم التفضيل أنفع جاءت من الفعل الماضي نفع وأسرع جاءت من سبع أن يكون ثلاثيا مكون من ثلاثة أحوال مثل نفع واسم وأن يكون مثبتا أن يسبق بألال نفع مثل لا ولا ومتصرفا أن نستطيع أن نأتي منه بفعل ما أو مضارع أو أمر مثل نفع يوفع أمفع وتامما أن يأتي بعده فاعل اسم ظاهر ومبدل المعلوم أيضا يكون فاعله ظاهرا أمامنا وقابلا للتفاوض ولا يصاب هنا فعل التفضيل أو اسم التفضيل من فعل غير قابل للتفاوض أو الزيادة فمثلا الفعل مات فلا نقول فلان أموت من فلان فالموت لا يوجد به مفاضلة فالموت واحد والأسباب مدعددة وأن لا يكون بس منه على وزن أفعال الذي مؤمنته فعله وما يدمن على لون أو عين مثل أحمر حمراء وأعراج الآن عزيزي الطالبة عزيزتي الطالبة سوض من هذه الأفعال الأتي أسماء الضيب من سياقات من تعبيركم في سياقات من تعبيركم الفعل عندنا سهلة جملة كبرة ضخرة لاحظوا أن هذه الأسماء كلها جاءت كلها ماضية وثلاثية فعندها صيارة اسم التفضيل منها نأتيها على وزن أفعال فنقول المحوم أسهل من الصرف وفصل الربيع أجنب من فصل الشتاء والشمس أكبر من القمر والفيل أضخم من الأسد الآن نأتي إلى الجزء الثاني من حصتنا اليوم وهي صيارة اسم التفضيل من أفعال غير مستوفية للشرط الآن طريقة أو خطوات عزيزتي الطالبات أعزائي الطلاب صيارة جافية بصيارة اسم التفضيل من أفعال غير مستوفية للشرط التي سبقها وقمنا بذكرها نأتي أولا باسم التفضيل مساعد مناسب مطابق للشرط مثل أشابته أحسن أعظم أكثر أو أنتي بصدعتك أن تختار أي اسم التفضيل يكون مناسبة بسيارة جمهة وثم نأتي بمصدر الصريح منصوبا على التمييز من الفعل غير مطابق للشرط بعد سيارة اسم التفضيل المساعد المباشر فمثلا أولا سيارتك من فعل زاد على ثلاثة أحد إحنا كنا هناك إذا أردنا أن اسم التفضيل يجب أن يكون شرط من الشروط أن يكون ذلك طيب يا معلمتي لو زاد الفعل عني عن ثلاثة حروف مثل الفعل التفع فماسي وازدحم وانطلق ماذا أفعل يا معلمتي تعالي معي أقول لدي كيف أفعل نفعل ذلك نبدأ الخطوات التي قمت بذكرها سابقا مثل الفعل والفعل التفع أقول الجذال أشد أتيت بفعل اسم التفضيل مناسب لجملتي على وزن أفعله نأتي من نصدق سيارة اسم التفضيل من الفعل فوق الثلاثة مثل الفعل التفع وازدحم وانطلق بالطريقة التي كنت بذكرها سابقا مثلا الفعل التفع هو فعل خلاسي إذا سقط بنوشا للشروط المدرجة سابقا فأتي بالجملة الجلالا وأتي باسم التفضيل المسالي للفعل الفاقد للشروط مثل أشده ثم أتي بالمصدر الصريحي يعني التفع ما هو المصدر للفعل التفع ارتفاعا فأتي بالمصدر الصريح بحيث أنه لاحظه بأنه جاء منصوبا منصوبا على التمييز من التياه في تصبح الجملة الجبال أشده ارتفاعا من التلال وعليها أيضا الفعل ازدحم شوارع المدينة أتيت به الاسم التفضيل المساند أو المساعي أكثره ثم أتي بالمصدر الصريح من الفعل ازدحم ازدحاما ولاحظوا بأنه منصوبا على التمييز من شوارع المدينة بقاربة الآن ثانيا سياغته من فعل دل على لون والوسط منه على الوزن الأفعل مثل أحمر ومؤلثه فعلة أحمر حمراء وأزرق زرقاء تعالوا عزائل تضار نرى كيف نسلوك أيضا مرة أخرى من هذا الزرق الشرق اسلوب التفضيل السماء أشد زرقة من البحر الفعل عنه زرقة نأتي باسم تضير مساند ثم نأتي بالمصدر الصريح من الفعل زرقة فنصبح زرقة السماء أكثر زرقة من البحر وأيضا الحمدة وهو ويأتي الوردة أشد حمراء من التفاح وزرقة وحمراء هي مصادر منصوبة على التمييز الآن لاحظوا عزائل الغرب عزائل الغرباء إذا كان فعل فراد التفضيل فيه منفيا أو مبنيا للمشهور أتينا باسم تضير مناسب يستوفر للشغط ومن ثم نأتي بالمصدر المؤول ما معنى المصدر المؤول للمعلمة؟ المصدر المؤول هو الزائل الفعل المضار فنقول المحسن أحق أن يكافأ المحسن أحق أن يكافأ فأتينا باسم التفضيل المناسب وأتينا باسم التفضيل المناسب وأتينا باسم الزائد الفعل المضار واحد نقول عنه في اللغة العربية المصدر المؤول أيضا النجاح أعظم أن لا نهمل هنا جاء الفعل منفيا لا نهمل فقلنا بالإتيان بفعل اسم تفضيل مناسب وأتينا بلا الفعل المضارئ أن نهمله وأن لا نجمع مع بعضها فقلنا العلمة أن لا نهمله وأيضا العلم أحسن أن لا يهمل والنجاح أولى أن ينحافظ علم فهنا منفي منفي وهنا جاء مبني المجهول يكافأ وهنا جاء ينحافظ فعل مبني المجهول وهنا عزيزات القليبات لأنه إذا كان الفعل منفيا أمبنيا للمجهول لا نأتي إلا بالمصدر المؤول والفعل المضارئ بعد اسم التفضيل المساعد الآن نأتي إلى نحمة وبئسة وعسة ونعمب بأن هذه وأيضا من إضافة إلى غيسة وهذه جميعها أفعال جاملة جاملة غير المصريفة وأيضا عند الفعل ماتة وفنية وهدكة وغرقة هذه الأفعال غير قابلة للدفاوت فلا يوجد إنسان يموت بطريقة وآخر إنما المنت واحد والفناء واحد والهلاك واحد والغرق واحد فلا يوجد هذه المفاضلة بين فلان وفلان فيها فهنا لا يصرخ من هذه الأفعال الجاملة أو الغير قابلة للتفاوض أسلوب التفضيل عزيزات الطالبات عزيزات طلاب تعالوا وآن أقوم بتوضيح نموذة جائرات لكم على الحالتين أولا العلم أنفع من المال هنا من فعل استوفى الشروط أن العلم مبتدأ مرفوع وعلامة رفع للضمة وأنفع خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفع للضمة ومن هارجة وأنه لإسم مجهور منه وعلامة جره الكسر أما إذا أما الإعرار من من الفعل الذي لم يكن مستوفيا للشروط فنكون بإعراره بهذه الحالة السماو مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة أكثر خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة ثم المصدر قمنا بالإكيام به ما هو المصدر الصريح من الفعل زروط نقوم بإعرابها تمنيزاً منصوباً وعلامة رفعه إلى هنا أعزائي وعزيزاتي الأطفال ننتهي من الحصة الأولى من درس أسلوب التفضيل وإن شاء الله ألقاكم في حصة أخرى لتوضيح وشرح حالات اسم التفضيل أسترركم الله والسلام عليكم محمد الله اشتركوا في القناة شكراً